هروح كمال لخبر تاني متعلق بأشرف داري أشرف داري خلال الساعات اللي جاية هيجري أشعة جديدة للأتمينان على إصابته وانا زي ما أكدت وقلت قبل كده أشرف داري لا يعاني من إصابة مزمنة والتقارير الطبية بتأكد أن إصابات الكاحل ما فيهاش حاجة اسمها إصابة مزمنة ممكن طريقة علاج بتختلف من مكان لآخر طريقة علاج أشرف داري في الإصابات ممكن كان في المغرب أو في فرنسا بأسلوب معين الجهاز الطبي اللي نادي الآله عايز ينتهج استراتيجية مختلفة شوية في علاج اللاعب عشان ياخد مساحة وقت إنه يقدر يرجع بجهازية أفضل عشان يكون فيه استمرارية في المشاركة في المباريات وتدريبات خلال الفترة اللي جاي فبطن منكم أشرف داري هيجري أشعة والمؤشرات من قبل الجهاز الطبي بإذن الله قبل نهاية هذا الشهر بإذن الله أشرف داري ممكن يكون موجود في التدريبات الجامعية وما فيش أي وجه استعجال خالص على مشاركة اللاعب خلال الفترة اللي جاي اشتركوا في القناة